بسم الله الرحمن الرحيم موضوعنا اليوم هو تتمي لدرس الربورتد سبيتش الحس الماضي لما أخذنا الربورتد سبيتش أخذنا تحويل الجملة الجملة الخبرية بس ما أخذنا تحويل السؤال بالرغم أن تحويل السؤال يعني بعرف مطلوب في الفصل الثاني بالمستوى الرابع لكن نأخذه مش غلط الآن أجع عليه مرة سؤال في الامتحان التجريبي من الوزارة للمدارس الحكومية فمدام جابوا منه نأخذه كيف نحول السؤال سواء كان WH question ولا yes no question بس أنا عملتهم قاعدة واحدة أريح كيف نحول السؤال سواء كان WH ولا yes no question من مباشر لغير مباشر يعني أعطاني سؤال مثلا where is he where أداة السؤال is he كيف بدأ نحوله طيب نتطلع الجملة الوزارية شو بعطوكم بعطوكم الWH why where when how أدوات السؤال أدوات الWH بعطيك WH ومساعد وفعل هاي الترتيب where are you how will they do you study إذن بعطيني WH ثم الفعل المساعد ثم الفعل وبجملة الحل بحكي لك فلان ask مثلا وحول فكيف نحول السؤال WH مساعد وفعل الخطوة الأولى نزل أداة السؤال إذا فيه why نزلها why where بنزل when إذن ننزل الWH word إن وجدت فمدام فيه WH بنزلها طب لو ما فيه WH راح بلش بالفعل المساعد له ليس no question حكي لي is he وكمل السؤال بلش بفعل المساعد فإن لم يوجد WH نضع يا F يا وذر يعني F صح في جميع الجهات الوذر تفضل على الF إذا فيه بالسؤال or للتخيير يعني لو حكي لي بالسؤال هون فيه كلمة or تفضل وذر على F بس الF مش غلط الرد نعيد الخطوة الأولى لما يعطيني سؤال أحوله بتطلع على أول كلمة إذا فيه أداة الWH what why where when بنزلها ننزل الWH إذا ما أعطاني إياها يعني بلش بالفعل المساعد ما فيه WH نضع من عندنا F أو weather هاي الخطوة الأولى إذا دائما بتحويل السؤال فيه WH بنزلها مش موجودة شو بكتب الF الخطوة الثانية والثالثة المهمة غير الترتيب مساعد وفاعل الخطوة الثانية بجيب الفاعل بنسخ الفاعل ننسخ الفاعل كما هو the boy the boy the girl the girl ننسخ الفاعل وإذا كان ضميرا نحوله زي ما أخذنا بالحس الماضي تحويل الجملة يا لو كانت هنا where is the girl بنزل الwhere باجع للفاعل the girl بنزلها فالفاعل بنزله بنسخه أما إذا كان ضمير لو هون فيه I بده ينزل تحت هي أو شي لو فيه you بنزل على المخاطب الثاني إذا ننسخ الفاعل هاي عملية الإقلاب وإذا ضمير بحوله ثم برجع للفاعل المساعد بعد الفاعل برجع للفاعل المساعد وبتطلع فيه إذا كان المساعد verb 1 بصير verb 2 زي الجملة لو أنه is وare بصير was وwhere وإذا أصلا كان verb 2 أصلا هون كاين was verb 2 بحط هاد والverb 3 منه ثم نكمل الجملة وآخر إشي بضع النقطة وليس علامة السؤال إذن هاي الثلاث خطوات أول خطوتين كيف نحول السؤال إنسخ الwh مش موجودة الwh مش موجودة يسنو كوستين يعني حط f أو weather ثم عندي مساعد وفاعل أهم إشي الترتيب بجيب الفاعل بنسخه وإذا ضمير بحوله ثم نرجع للفعل المساعد وبحوله من verb 1 ل verb 2 أو من verb 2 إلى هاد و verb 3 أوكي هاي المعلومة النظرية نشوف الآن التطبيق التطبيق ما يلي اطلوا على الجملة الأولى where have the boys gone where have the boys gone هاي سؤال وهاي بين فواصل مقلوبة يعني إنه reported speech وبعطيني بالسؤال إنه the correct reported speech هو بحكي لك بسيقة السؤال إن ال reported speech لهذا السؤال هو وبعطيني ضع دائرة where have the boys gone أو شي أحدد معطيني الwh هايها where ثم مساعد ثم الفاعل the boys وربعض wh مساعد وفاعل يعني I asked شو الخطوة الأولى في wh بنزلها هاي في where نزل الwhere إذن I asked where بعد ما أنزل الwh عندي مساعد وفاعل وين بروح على الفاعل بدي أعمل الإقلاب the boys إذن على السريع بنزل the boys I asked where the boys ثم نرجع للفاعل المساعد ومن verb 1 إلى verb 2 have verb 1 شو الverb 2 منها had ثم نكمل ما تبقى في الجملة وعلمة السؤال شو بتصير في الأسطن إذن where have the boys لو هيك حل سريع زي الرئاضيات يعني where the boys had كيف العملية السريعة where ثم الفاعل the boys ثم نرجع للمساعد have had ونكمل ما تبقى هون وعلامة السؤال في الأسطن يعني شوفوا للجبل الثاني are the gears ready are the gears ready هاي question طلعوا للكلمة الأولى فيه wh هون حدا شايف wh ما فيه بلش بالفعل المساعد are إذن لا يوجد wh إذن شو الخطوة الأولى if أو weather if أو weather if دائما صح لو فيه بالسؤال هون or بالتتم بحط weather إذن ما فيه wh if أو weather هاي نخترت الif الآن are the gears مساعد وفاعل شو الترتيب الفاعل المساعد الفاعل أولا ثم الفاعل المساعد إذن if بنسخ the girls if the girls ثم برجع للفاعل المساعد من verb 1 ل verb 2 or verb 1 شو الverb 2 منها where إذن if the girls where ثم نكمل ما تبقى ready وعلامة السؤال في رسطب إذن الحل السريع are the girls لا يوجد wh ها are the girls الحل ها فيش wh إذن if تعال على السبجيكت if the girls where ثم نكمل ثلاث will you start soon question will you الخطوة الأولى في wh لا ما في هاي will فعل مساعد will model verb اسمها model verb فعل مساعد إذن ما في wh إذن بحط f هاي f الآن الترتيب مساعد وفاعل وين الفاعل you بس you ضمير مدامها ضمير إذن بتحولها بنزل على جملة الوزارة تحت واحد سأل واحد روح على الثاني you بتعود على my brother مدام my brother يعني مذكر إذن you بتصير he لو my sister بتصير if she لو فلان ask me بتصير if i زي ما أخذنا اليو إذن will you لا يوجد wh حطيت if ثم بروح على الفاعل هاي مساعد وفاعل اليو على my brother if he ثم برجع على will من verb one ل verb two شو بتصير would إذن if he would ثم start soon وعلامة السؤال شو بتصير الفلسطوب لكن في ملاحظة مهمة ملاحظة مهمة شو بتحكي هاي الملاحظة بهاي التمرين إنه إذا كان الفعل المساعد بالسؤال من verbs to do do does did do does did بنحذفهم يعني لو حكالي where do الدو خلاص بتروح بحذفها ما برجع لها ما برجع أحولها من verb one لverb two إذا كان الفعل المساعد في تحويل السؤال في درس الreported speech do does did نحذفهم طيب حذفتهم بس شو لازم أعمل شغلي كيف بحذفهم هاي هاي ألف إذا كان الفعل المساعد do does مش did do does بنحذفهم بس الانفينيتف اللي بتتمت الجملة الانفينيتف بحول لverb two يعني لو حكالي where does علي study where does بتصير where راحة does علي بنزلها where علي في عندي study study infinitive بحولها لverb two صير studied where علي studied did إذن إذا الفعل المساعد do does where does where do do does تحذف لما تحذفهم لما توصل الانفينيتف بالسؤال حولوا لverb two يعني أنا أخذت الزمن do does مضارع إذن الانفينيتف يصير ماضي أما إذا كان الفعل المساعد did حكالي where did you أو did you إذا الفعل المساعد did أكيد بنحذف did ونحول الانفينيتف بالتتم إلى هاد وفيرب ثري لأن أخذت الزمن did معناته في الماضي مدامه ماضي فيرب تو يعني الانفينيتف بده يصير هاد وفير بثري إذن إذا الفعل المساعد did نحذف الدد والانفينيتف بصير هاد وفير بثري إذن هاي الملاحظة للي بيحبوا يحفظوا الاجرامر حفظ يعني واضحة جدا في تحويل السؤال do والdoes والdid بنحذفهم بس بنا نعمل حركة إذا حذفت do والdoes إذا السؤال فيه do وdoes احذفهم والانفينيتف حاولوا لفيرب do إذا فيه did احذف الدد بس الانفينيتف شو بصير هاد وفيرب ثري طب نشوف أمثلة عليها شوف للمثال الأول مثال الأول شو بحكي do you study English do you study English يه بنعمل الخطوة الأولى هسا بالسؤال الخطوة الأولى فيه w ما فيه w إذا على السريع if أو weather ما فيه why where do you study English ما فيه w إذا if أو weather بس أنا شايف بالتتم فيه or شايفين الor do you study English or Arabic or choice اختيار إذا فيه or تفضل weather على if ها تفضل إذا لا يوجد w بحكي if أو weather لأنه في or حطيت weather طيب ضلك ماشي خلاص هايو السبجيكت you do you من هون لحد ما تيجي لعلامة السؤال بتصير فلسطب إذن he asked me if I studied English or Arabic فلسطب السؤال الثاني did لاحظ did did you see the accident did you see the accident هل يوجد w لا يوجد إذن if أو weather في الشيء تخيير إذن if اليو على مي أنا اللي انسألت يو على المخاطب الثاني مي بتصير if ثم الانفينيتيف سي لأنه في did سي شو بتصير هاد وفير بثري منها هاد سين ثم نكمل السؤال لو أعطاني wh خلنا نكتب لي السؤال في wh لو كانت الجملة where did علي go I asked where did علي go yeah الخطوة الأولى في wh ولا ما في where إذن على السريع شو بعمل بنزل where I asked where إذن نزل where I asked where جيت بدأ أعمل إقلاب الفاعل ثم الفاعل المساعد بس أنا شايف did إذن تحذف أفعال to do في السؤال تحذف where إحذف did the subject علي نزل علي إذن صارت where علي لما توصل ال infinitive يعني ما تدور عليه لما توصل لما وصل ال infinitive بتطلع إذا حاذف هون do does هذا بصير verb two وإذا هون حاذف did هذا بصير هذا verb three إذن where نزلت الد راحت علي نزلت وصلت ال infinitive يلا القو هل يصير verb two ولا هادو verb three هاي هاد والverb three من go gun ثم بكمل ما تبقى مضل شي شي علمت السؤال شو بتصير الفلسطن وهذا اسمه تحويل السؤال والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله